برحبا حضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو البرنامج بتاعنا المفروض انه هو بتكلم على الاطفال زي الاحتياجات الخاصة وهو اول برنامج من نوع المستوى الوطن العربي لان ما فيش برنامج الى الان له صفة الاستمرارية مع التنوع بيتكلم على الاطفال زي الاحتياجات الخاصة ومشاكلهم وقضاياهم وحتى ابراس قدراتهم في كل الرياضات اللي هم بيقوموا بيها او اي انشطة هم بيقوموا بيها او حتى اولياء امورهم ازاي هم يقدروا يتعاونوا معاهم ويخليهم ينجحوا في مسيرة حياتهم فعشان كده النهاردة انا جاية لحضراتكم في ماما شادو وليه طبعا سميت البرنامج ماما شادو لان المفروض كل ام تبقى شادو لابنها تبقى زل لابنها تبقى هي الشجرة اللي بتضلل عليه خاصة في الظروف اللي هو بيمر بيها طبعا حضراتكم بعد قوليه طب ما احنا كمان كأمهات زاوي احتياجات خاصة احنا عايزين اللي يضلل علينا وعارفين ان احنا كمان بقينا زاوي اعاقة صح انا معاكم ان كل الطفل زاوي احتياجات خاصة اسرتو بتبقى معاه معاقة زيو او اسف الكلمة بتبقى زاوي احتياجات خاصة زيو ولكن احنا جايين النهاردة مع بعض عشان نبقى كلنا داعمين للأسرة وللطفل ونكون كلنا ماما شادو بجد كل واحدة فينا في مكانها سواء مدرسة او دكتورة في اي مجال لازم تبقى هي فعلا دق شجرة تضلل عليها وقلاء الاطفال عشان كده النهاردة احنا كمان عايزين نتكلف موضوع مهم جدا وهو ازاي الاسرة تقدر تتعامل مع اولادها طبعا الصدمة تبقى كبيرة انا عارفة حاسة بيكو جدا جدا ولكن لازم ان احنا نتكيف مع الاولاد دي ولازم يكون في حد يرشدنا ازاي نقدر نتعامل مع هؤلاء الاطفال في الاسرة وعشان كده النهاردة معانا الاستاذ الدكتور اشرف جودة استاذ العلاقات الاسرية والسلوكية وهيكلمنا النهاردة على كيفية التعامل الامثل للطفل زوي الاحتياط الخاصة من خلال اسرته برحب بحضرتك كيف عنها انا وسلم بحضرتك وبالسدر مشاهدين دكتور اي اسرة بيبقى عندها طفل زوي الاحتياط خاصة طبعا التأثير النفسي بيكون لعامل رهيب جدا ان هي بتحول هي اللي بقت خلاص زوي الاحتياط خاصة نتيجة طبعا عدم التفاهم وعدم التواصل والموضوع بيبقى جديد عليهم فحضرتك تقدر تقولنا ازاي الاسرة تقدر تتعامل بطريقة سوية ومنطقية مع الطفل زوي الاحتياط الخاصة بسم الله الرحمن الرحيم يمكن بهني حضرتك طبعا على البرنامج الجميل اللي هو فعلا برنامج المتخصص وبيخاطب كل ام وكل اب عندهم ابن من زوي الاحتياجات الخاصة ويمكن انا مش عايزة اقول زوي الاحتياجات الخاصة عايزة اقول زوي المهارات الخاصة زوي القدرات الخاصة زوي الطاقات الخاصة لان انا مش عايزة اقول صدمة ابدا ان الاب او الام لما بيلاقي ابنه بالوضع ده انا باقصدم لا انا احمد ربنا رقم واحد على هذه النعمة لأن ابني وبنتي إذا كان ظاهره في إعاقة ولكن بطن ابني من الداخل في مواهب كثيرة جدا وأستطيع أن أنمي المواهب وتقاتل لجوه ابني أو بنتي ويمكن أنا عايز في بداية التعامل مع ابني أو بنتي لازم أدرك أنه مختلف والاختلاف دايما يوجد الإبداع لما أقول لابني أو بنتي مختلفين يمكن الظاهر بتاعهم أنهم مختلفين عندهم إعاقة معينة ولكن الإعاقة دي هتوصل للإبداع طب توصل للإبداع إذا نسمع حد من المشاهدين بيقول طب إزاي يا دكتور إبداع إيه دا احنا بنتكلم على قصور دا احنا بنتكلم على إعاقة تقول لي إبداع أقول لكم الأول في السنوية العامة السنة دي عنده توحد جاي 99 ويمكن 8 يا من 10 إزاي عنده توحد إزاي إعاقة خاصة ولكنه وصل لأعلى الدرجات وصل لهو التساوى عدى وتفوق على الأسوياء التعامل الأب والأم مع أولادهم يبقى الدعم العالي جدا ويمكن الإبن لما وزير التربية والتعليم اتصل بيه عشان يهنيه أن أنت الأول على السنوية العامة شكر ربنا في البداية ثم شكر الأب والأم اللي وقفوا جنبه ودعموه واحتضنوه شكر يعني الأسرة بالكامل إخواته اللي كانوا وقفين جنبه فعشان كده بنقول إيه بنقول اللي إحنا علينا اللي إحنا ندعم ابننا بشكل جيد جدا أو بنتنا نحاول بقدر المستطاع لما أجي أتعامل معاه أتعامل معاه زيه زي إخواته يعني إيه ما حاولش اللي أنا أبالغ في الخصوصية اللي أنا أهتم به بزيادة رغم طاقة التعامل معا لهم إن فيه صعوبة الإبن نفسه إحنا عايزينه يحس إنه هم عندوش خسور إنه هم عندوش مشكلة إنما أنا لما بيصعب علي ابن طبعا هو صعبان علي من الداخل ولكن ما ظهرش له اللي هو صعبان علي جامد أو بطريقة كبيرة بشكل فج لأ مش عايزه يحس إنه فيه نظارات شفقة طالعة مني كأم أو كأب نظارات الشفقة دي تجرح بشكل كبير جدا وبتحسس الإبن إنه هو عنده مشكلة إنه عنده خسور إنه هو مختلف عن إخوات وفي نفس الوقت جراز إنذار بيقول لنا اللي أنا برضو ماهتمش بيه بزيادة يعني ما ميزوش ما خصوش بمعاملة خاصة غير إخواته لأن إخواته ساعتها هيغيروا منه وحيحس هم عارفين إن أخوهم فيه قصور بس هم هم صغيرين هم شايفين المعاملة والاهتمام من ماما وبابا أكتر بكتير مننا ده ماما وبابا بيحبه بقى أكتر مننا أو بيحب أختنا أكتر مننا مش هيبصوا بقى للمشكلة اللي عنده أو عندها ولكن هو هيبصوا للإهتمام عشان كده بنقول إيه عشان كده بنقول اللي إحنا حتى لو بنزعق لأخته أو أخوه عمل مشكلة عمل خطأ برضو نوجهه هو زيهم بالظبط وإن كاننا بحبش الزعيق أو بنحبش اللي إحنا نتنرفز على أولادنا ولكن زي ما بوجه إخواته أوجهه زيهم بالظبط وهو هيستجيب دكتور لأنه هيحس إنه هو طبيعي هيحس إنه هو زيه زي إخواته اتشاء النهاردة إحنا مش عايزناك تتشاء إحنا عايزناك تبقى إيه يعني نوجه الطاقة اللي عندك واللي عند إخواتك في إيه في اتجاه مفيد نحاول إحنا التوجيه اللي إحنا بنوجهه لإخواته نوجهه له عشان هم نفسهم ما يحسوش إنه هم مش عارفين يلعبوا معاه مش عارفين يتعاملوا معاه يعني واخد جنبي دايما هو دايما معاملته مع ماما وبابا بس وماما بالذات إزاي دكتور أنا أحاول لأنا أخليه أحطه في وسط إخواته ولما يجي مثلا أولاده بيلعبه إخواته بيلعبه لعبة معينة تعال يا حبيبي تعال ألعب اللعبة اللعبة دي حتى لو الإعاقة هنا فيه نوعين من الإعاقة من عندي ممكن تكون إعاقة جسدية ما فيهاش مشكلة لا تعوق فكر ابني أو بنتي حتى لو إعاقة ذهنية ما نقدر إلا أنا إيه أقدر يعني ألعب على الجانب اللي ما فيهاش مشكلة عند ابني وخليه أحاول أزود درجة استيعابه على فكرة الأم لها يعني عامل مهم جدا في أنها تقدر أنها تنمي قدرات ابنها الزهنية يمكن المدرسة لها دور لاحقا بس الدور الأول والأساسي هو دور الأم وتحاول اللي هي تنمي النقط الإبداعية اللي موجودة عند ابنها أو بنتها زو الإعاقة أكيد فيه موهبة فيه موهبة فطرية ربنا حطها في أبنائنا وابنائنا زواء كانوا أسوياء أو زواء أعاق أحط إيه على النقطة العالية دي أحاول أنمي الموهبة ممكن يكون بيحب الرسم أحاول لنا أساعد برافو ده رسمك جميلة قوي وأرسم معاه وأحاول دي اللوحة دي جميلة برافو ده أنا حاجب لك شكولتاية ده أنا حاجب لك شهادة تقدير وأتصور معاك ونزل السرعة على الفئس أنا مش عايزة أحسسه إن هو عنده مشكلة إن هو عنده قصور لا بالعكس أنا عايزة أحسسه أو حسسها إنها عندها قدرات إبداعية اللي أنت لأ ده أنت غير ده أنت فعلا مختلفة عن الباقيين ده أنت تكون لها مبدعة هيلين كيلر اللي ما كانتش بتتكلم ولا كانت بتسمع ولا كانت بتشوف هي يمكن الحسة الوحيدة اللي كانت عندها حسة الإحساس فقط وأصبحت هيلين كيلر المبدعة الكاتبة اللي ملأت الدنيا صيت وشهرة يبقى أنا بتهوف اللي كان قصم الدكتور طه حسين الله يرحمه اللي كان كفيف وكثير وكثير من المبدعين والمخترعين كانوا زاوي إعاقات خاصة لأن الإعاقة على فكرة الخاصة أو هذا الاحتياج الخاص هو اللي حيوصلني للإبداع هو اللي حيحسسني اللي أنا مختلف والاختلاف يوجد زي ما قلت لحضراتك الإبداع عشان كده حتى في الأسوياء لما ابني أو بنتي يبقوا مختلفين أعرف أن هما متجهين للإبداع مباشرة فأهتم به بس أهتم به الشكل لازم الاهتمام من الأسرة وخاصة طبعا الأم ويفضل الأب لأن الأب بيعزل نفسه بشكل غير مباشر بطريق غير مباشر أيها بشكل غير مباشر ما يجرحش ابني أو بنتي بالاهتمام الزائد واللي هو صعبان علي بشكل كبير وأنا مبين يعني الشفقة الزائدة دي ولا خصوصية تمييز على إخواته لأن إحنا محتاجين لأن الأب والأم بعد عمر طويل ما هو حيسيبوه في معترك الحياة إخواته هم اللي حيبقوا لي لازم التعامل بينهم بيكون التعامل سوي طبعا أنا مش عارف أتفهم معاه أنا مش عارف ألعب مع أخويا أنا مش عارف ألعب مع أختي واخد جنب على طول مش منساجمة عشان كده أنا أوجد الناحية الاجتماعية في ابني أو بنتي وبسنة سنة خطوة خطوة أخليه يعتمد على نفسه عشان يقدر يواجه الحياة مستقبلا وقدر يتجوز أو تقدر تتجوز وتتوى الأسرة يبقى كده دكتور الأسرة تحتاج أن هي يبقى لها خطة خطة أو برنامج سلوكي لهم هم كمان لازم لازم أنا بقول الحتة أن الأب والأم مش زوى احتياجات خاصة ولا حاجة ده بالعكس ده الأب والأم بيستلهموا الطاقة اللي موجودة في ولادهم أنهما زوى الإعاقة عندهم ده أنا بيتولد عندي طاقة إجابية آه فيه يمكن يمكن تعب جسماني بالاهتمام الزائد مثلا بابني أو بنتي من نواحي معينة ولكن ده أقدر عوضه بطاقة إجابية عالية تعود على الأسرة بالكامل إن شاء الله طبعا يا دكتور الكلام بتاعك بتاع حضرتك مهم جدا ولكن أنا برضو شايف أن حضرتك بتوجه تاني رسالة بتقول أن الأم هي الدعم الأكبر الأساسي لأنها عندها ده حقيقي عندها طاقة أكبر عندها قدرة على التحمل على وعندها كمية عطف نير عادي وهي طاقة إيجابية تقدر توجدها في ابنها بشكل كبير وتنمي الطاقات الإيجابية اللي موجودة عنده بشكل أكبر وأكبر وطبعا دعي تطلب إن احنا مع حضرتك بقى نعمل حلقات سلسلة حلقات كإرشاد أسري إزاي الأم والأب والأسرة تتكاتف من أجل النهاية تطلع طفل متميز ومبدع في نهاية الحلقة بشكر حضرتك يا دكتور وإن شاء الله في الحلقات الجاية تكون معانا بأمر الله بإذن الله وبعد كده إن شاء الله هنطلع مع حضرتكم تقرير بيتكلم فيه على علاج الأكسجين وإزاي فتولدنا من ذوي الإحتاجات الخاصة بالنسبة للتوحد أو بالنسبة للسي بي اللي هو إن شاء الله للدماعي فنطلع التقرير ونشوفوه مع بعض تفضل برحب حضرتكم من داخل غرفة الأكسجين تحت ضغط والنهاردة عايزين نتكلم مع حضرتكم على مرض الأوتزم أو التوحد كثير من الأولاد زي الإحتاجات الخاصة انتشر قوي عندهم التوحد ومعظم الأسر مش عارفين إيه سبب المرض ولا إيه طرق العلاج اللي موجودة فكلنا بنروح لأي دكتور ونبتدي بقى من هنا لهنا لهنا كلنا كأمهات بنبقى مش عارفين إيه هو العلاج المزبوط أو إزاي الطريق اللي أنا أسلقه علشان إبني يبقى كويس فبتبقى في البداية صعبة قوي إن أنا أقدر أحد هبتدي منين وانتهي فين والأمل إمتى وهل في أمل ولا ما فيش أمل فالنهاردة حبينا نعرف حضرتكم على أحدى سطرق العلاج لمرض الأوتزم أو التوحد وهو العلاج بالأكسجين تحت ضغط فإحنا قاعدين النهاردة مع الدكتور اللواء طبيب أمجد جمال الدين وحيقول لنا يعني إيه العلاج بالأكسجين تحت ضغط وإزاي حيفيد مرض التوحد مرحب بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بيكم أهلا وسهلا مرض التوحد هو مرض موجود في كل بلاد العالم نسبة المرض في جمهورية مصر العربية واحد لكل مية وستين طفل يعني لو قررناه بالشلال الدماغي واحد لتلتمية الأوتزم واحد كل مية وستين حالة يعني نسبته أعلى الضعف تقريبا أقل من الشلال الدماغي بالنص تقريبا الشلال الدماغي مشكلته إنه مرض قد يكون له أسباب وراثية أو أسباب دوائية أو أسباب اجتماعية يعني إيه يعني ممكن يكون الطفل اللي بيتولد عشان أشخصه إنه ده عنده شلال دماغي المفروض مش قبل سنتين 24 شهر عشان أكون محدد تماما إن الطفل ده عنده فعلا توحد مشكلة الطفل اللي هو عنده طيف توحد أو توحد بدرجاته المختلفة إن الطفل ده بيكون منعزل تماما عن المجتمع مفيش حاجة اسمه أي كونتاكت مفيش تواصل بصري مع والدي بيكرر حركات معينة باستمرار بيحب العزلة يتعود على حاجات ما بيحبش يغيرها خالص بيبقى له نمط حياة مختلف خالص عن الأطفال الأسوياء الطفل ده بيحتاج لرعاية اجتماعية ورعاية طبية ورعاية اجتماعية بكل أشكالها بحيث إن احنا نستطيع إن الطفل ده يتعقلم مع المجتمع ويكون عنصر فعال مش في عنصر ملوش أي قيمة فبنحتاج إن احنا نقيمه أو نقومه بطرق مختلفة المكان اللي احنا فيه ده اسمه غرفة العلاج تحت الأكسجين تحت ضغط إن احنا الطفل ده بياخد جلسات علاج بالأكسجين يعني بيستنشق أكسجين 100% داخل الغرفة لمدة ساعة عدد الجلسات اللي بيخدها الطفل 40 جلسة وبيقيم قبل وبعد الجلسات 90% من الحالات اللي عالجناها فعلا عندها توحد اتحسنت بدرجات مختلفة بالنسبة كامية يا فاند يعني بالنسبة كامية يا دكتور تمام النسبة بتختلف حسب شدة المرض حسب المرض بظاهر على الطفل بعله قد ايه وهل الطفل عنده أمراض أخرى ولا هو المرض ده يعني بما أن الطفل ممكن يكون سنه سناتين وبدأ عنده المرض ولا طفل عنده أربع سنين فترة زمنية اللي الطفل بيبقى فيها مريض تختلف من طفل لطفل شدة المرض العلامات التوحد أو سنات التوحد لو هي واخدة أعلى درجة غير لما تكون أقل درجة يعني يا دكتور هو ممكن ميكونش يعني يا دكتور هو ممكن ميكونش مولود أصلا وعنده توحد ممكن يعني بعد كده يعني هو المرض جاله حديثا ولا منذ الولادة لا المرض إما يتولد به إما مرض يكتسب نتيجة أشياء كثيرة يعني في بعض النظريات بتقول أن التطعيمات واللي فيها زئبق بالزاد هي سبب في ظهور مرض التوحد في الأطفال الكلام ده لم يصبت علميا قطعيا أن التطعيم هو أحد الأسباب اللي بتسبب مرض التوحد فإذا معنى كده أن فيه أسباب مكتسبة وفيه أسباب وراثية فالطفل قد يولد عنده توحد وقد يكتسب هذا المرض بعد فترة من تطعيم أو سوء تغذية أو زيادة المعادن في جسمه أسباب كثيرة جدا المهم هو لو تشخص بيبتدي أطباء الأطفال المتخصصين في أمراض المخ والأعصاب يتعاملوا مع الطفل ده بأدوية معينة عشان يبتدي يتكلم عشان يبتدي السلوك بتاعه يتغير إلى الأفضل يبقى اجتماعي يعني الأم اللي التفلها عنده توحد لما الطفل بياخد علاج تيجي الأم تقول لي أنا أول مرة أحس أن أنا بقيت أم أقولها يعني أصدق بهذا الكلام تقول لي أنا طفلي عنده سنتين عمره ما بص عينه في عيني أول مرة بعد ما أخذ العلاج بالأكسجين والعلاج التقليدي بتاع الأطباء بدأ الطفل يبصلي أول مرة حس أن أنا أم لأن ابني بقى يبصلي ده في بداية سن كام يا دكتور الكلام يعني عندي سنة منص أو سنتين الكلمة دي بالنسبة لنا مهمة جدا أن الأم بدأت تشعر أن الطفل لا ده ابنها أنه بيبصلها قبل كده ما كانش خالص بيعنيها وما بيتنادي عليه ما بيبصلها بعد كم جلسة تحسن يعني بيبن بعد كم جلسة التحسن يا دكتور بيبن إمتى من الجلسات بروتوكولات العلاجية بالنسبة للأطفال بيبقى أربعين جلسة ما نقدرش نحكم مع الطفل قبل أربعين جلسة فبعد الأربعين جلسة غالبا بيحصل تحسن وتحسن يعني ملموس ومرضي بالنسبة للأباء والأمهات عايز أقول حاجة مهمة جدا إن البروتوكولات اللي بتقول إن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لو أخذوا علاج بالأكسوجين حيساعدهم هي حتى هذه اللحظة لم تثبت علميا مية في المية لم تثبت علميا مية في المية بمعنى الجمعيات الطبية العالمية للأطفال لم تقرها بعد ولكن ده لا يعني إن إحنا ما نديش الأطفال لأن لو الطفل اتحسن وأنا استنيت أو أننا ما ديتوش بمعنى صح جلسات العلاج واستنيت لما الجمعيات تقر هذا الكلام ضيعت عليه فرصة لأن صنه بيجبر فرصة العلاج بتروح عليه يبقى أنا أبتدي العلاج طالما العلاج ليس له أي أضرار يعني يا دكتور العلاج على سبيل التجربة هو مش يعني يا دكتور العلاج على سبيل التجربة هو مش على سبيل التجربة بمعنى إن إحنا في أبحاث كتير اتعملت وآخر بحثين اتعملوا في جامعة اسكندرية عندنا هنا واحدة عن الشلل الدماغي والتاني عن التوحد وأخذوا الطلبة ماجستير في هذا التخصص وأثبتت الرسالتين إن فيه فايدة كبيرة بتعود على الأطفال فهو مش بحث هو سيتلد سيتلد يعني ولكن الجمعيات الطبية العالمية لم يعني تأخذ الأبحاث دي كفاينل يعني كأبحاث نهائية ما زالت بتطالب بمزيد من الأبحاث لكن الأطفال اللي بيجونا واللي موجودين عندنا في كل المستشفيات اللي فيها مراكز علاج بالأكسوجين كلهم بيتحسنوا وفيه ويتنجلست في بعض المستشفيات بتستنى سنة عبر ما ييجي دور الطفل ده معناه إن الأطفال دول بيتحسنوا وإلى لو ما بيش بيتحسنوا ما كانوش جوم أساسي ما كانش بقى فيه عندنا ويتنجلست طيب دكتور إزاي الأمهات بتحس بالتحسن عشان نتمن كل الأمهات اللي عندهم أولاد بيعانوا من نفس المرض تمام الطفل اللي عنده توحد أكتر حاجة بأنه هو بيبقى معايش منعزل الطفل أول ما يبدأ البيهيفيور بتاعه يتغير إلى الأفضل يعني الطفل بعد ما كانش ما بيقعد مع حد خالص لا بقى فضل بقى يقعد مع والدي يبص لهم ما كانش كلام ده موجود يبتدي يلعب مع إخواته يبتدي يلعب مع أهله وأقاربه يبتدي يبقى فيه يبتدي يلعب مع الأطفال في الشارع أو في النادي كل ده ما كانش موجود لطفل الطاح فده بيساعد كتير على أن الحالات دي بتتحسن والأمب بيتبقى هي المقياس اللي احنا بنعتمد عليه لأن اللي هي اللي عايشة معاه 24 ساعة في اليوم يعني احنا بنعتمد على رؤيتها طفلها التغيرات اللي حصلت له كتقييم لدرجة النجاح في العلاج وفي بعض الفحوصات أو الأشاعات برضك بنحتاجها إذا حبينا نقرر بالضبط مدى تحسن الحالة بنطلب بعض التحليلات والأشاعات طيب دكتور هو العلاج بيستمر لمدة كم سنة؟ وهل يعني مثلا هياخد كم مرة هياخد كم مرة في السنة؟ الأربعين جلسة هتتكرر كم مرة؟ هو احنا قلنا البروتوكول بتاع العلاج الأطفال كلها أربعين جلسة بعد أربعين جلسة ما بيخلصوا وبنجد تحسن ملموس في الحالة نقدر نعيد تاني بعد ثلاثة أشهر طيب لغاية إمتى يعني كل تلاثة أشهر ممكن أدي أربعين جلسة طيب لغاية إمتى؟ لغاية الحالة ما توصل لدرجة يعني ثبتت عند التحسن اللي احنا وصلنا له ده مفيش تحسن تاني في الحالة دي بنتوقف على الجلسات في نهاية اللقاء بشكر حضراتكم وبشكر لواء طبيب أمجة جمال الدين استشارة تب الأعماق والعلاج بالأكسجين شكرا يا دكتور شكرا